مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي يعني فوائد الأرانيب أنا هاد الحلقة غادي نقدمها فحقيقة هاد الفوائد هي فحقيقة غير مباشرة أو فوائد عكسية يعني ماشي مل أنا غادي نقول لكم يعني عطي الملح الأرانيب غادي مثلا غادي سمانه غادي تكون واحدة يعني واحدة نتيجة وإنما تعاملوا مع الأمور بدكاء ويقوم بوحد البداكاء إحنا كنا نضروع على البداكاء إذن أول حاجة وهو الملح إني غادي نعطيهم الأرانيب ديالنا أسمو غادي وقاعدهم الأرانيب ديالنا الأغلبية ديالهم كي ما كيبقوش يشربوا الماء إحنا يا أسمو كنديلولهم كنديلوم واحدة العملية ديال بتعطيش كي إني كنعطشوهم إني ممكن أن شحن واحد يعني مربي أرانيب عدبا ديه مثلا مبتدئ أو يعني محترف قد يفهمها لهذا اللي كنقوله بالنسبة للأرانيب اللي كتكون يالله ولدت يعني الأمهات اللي الله ولده أشنو كيوقع؟ كيوقع أنهم كيمشيوش يبقوش شربوا الماء وهذا هذا عدم شرب ديال الماء بسمو كيوقع لهم أنهم كيدروا هادوك الخلفات الجداد علاش لأنه ولو كان نقوله العدد ديال الحلامات ديال الأم قد العدد الصغار ولكن الحليب مكاينش في ديال الحلامات يعني تخيلوا معي أن أم ما فيهاش يعني الحليب والموربي دير المجهود دياله ودير السيكالين دياله ومسائل وصار فلوس ديال بصح ولكن في اللقاء كيتفاجأ بالنتيجة أنه هادوك الصغار ما كيكبروش دغية أولا ويعني المشروع كيبقى كيتدمر شوية بشوية علاش لأنه ما فهمش أشنو هو الحليب في الجسم ديال الأم الحليب في الجسم ديال الأم وهو بمثابة أنتيبيوتيك أولا بمثابة تصميم بمثابة يعني الحياة ديال هادوك الصغير كيتفاجأ أنه كيبقى يموت له هادوك الخلفات الصغيرة ورين يلا بقي فيهم واحد شوية يعني الحيمات كيبقى يتفاجأ أنه كل نهار كيموت واحد علاش لأنه هادوك الحليب يعني ما غير كافي لهادوك الصغار ممكن أنه واحد مثلا نقوله واحد خلف فيها عشرة مثلا كيسلكو منها مثلا النص وكيبقى النص أو كيسلكو منها أربعة وكيبقى وستة هو ما فهمش علاش هادوه الطريقة هادي راه مجربة وجد مجربة وهي الملح الملح كطريقة دياله ديال السيمال ماشي غدي نمشيه وغاد ننكبو مثلا واحد ملعقة كبيرة وننكبوها مثلا في نصف كيلو ديال السيكارين ولا كيلو مثلا ديال السيكارين لا ممكن أنه يعني المقادير هي كالتالي ممكن أنكم تتحطوا نصف ملعقة في كيلو ديال السيكارين أو ربع ملعقة يعني ما شي مشكلة هي خاص الأرنب غي يتدوق هادوك 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 الملح يكونوا متأكدين غدي غي تدوقه مباشرة كيمشي الملح كيمشي هادوك 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 هاد ندب الفترة للصيف ممكن أن تكون هذه الطريقة الملح يعني سيكون الميزان للماء الذي لا يشربوه يعني سيكون المعادلة سيكون نتيجة للمعادلة لأنهم يشربوا الماء الناس الذين لديهم خلفات في الحرارة هذه أرانب الماء يتمنى أنهم يشربوا الماء لماذا؟ لأن المرأة وجعلنا من الماء كل شيء ضروري أنهم يشربوا الماء بالإضافة أن هذا الملح قد يتعطيش وإنما هو كذلك فاتح للشاهية كنا متأكدين أن الناس الذين عندهم أرانب فيهم ذلك التسلسل يعني عندهم ظهر ديالهم صافي متسلسل وفقدوا الشاهية لا يوجد الحل لهم يعني يبقوا يشربوا فيهم حتى يموتوا بالدام العينين لهم كينا هالطريقة هذي ديالهم محر شوية ديال الملح في الماء عفواً في مع الماكلة أسموه سيوقع أنه سيضوقوا هذا الملح لأن الجسم لهم يكون مرتابك ما كيكونش فيها يعني 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 كين واحد خطأ الملح يسموه كي يفيقهم كيفيقهم ذيك الغريزة ديال الأكل ديالهم كتتبدل عليهم الجو ديال الماكلة يعني أي كان يعني الفصة ولا نخالة ولا ممكن تدرق يعني يكدرق الطعم دياله حلو وانتو ما كتعطيهم الدرق مني كتعطيهم معاهم سوية ديال الملح يعني التدوق ديالهم كيتبدل عليهم وممكن أنهم يسترجعوا القوة ديالهم غير من ديك الخريصة ديال الملح ناهيك على المرضيعة هذه المرضيعة ضروري الملح لأن المرضيعة يعني احنا من نروش على المرضيعة ولكنها ضروري على يعني الأرنب الأرنباء اللي يالله ولز من لا بد ما كتطيح شوية في الوزن مني كتطيح في الوزن كتلقاها يا إما بقى مهتمة بالصغار ديالها ونايدة أنها تردعهم ويعني خدامة معهم زيان وكاينة الأم اللي كتسمح في الصغار ديالها لعلاش إنها كتكون ضعيفة مع ذاك شي ديال يعني الولادة وكتكون الدم وكيكون داك الحرارة ديال الجسم ديالها كتكون يعني مرتفعة وكتكون هي مسكينة بحالي نقوله فقدت من الوزن ديالها يعني خصوح طريقة دي التعامل خصوح كيفش متعاملوا معها كيفش ممكن أن نديروا له واحد معلقة ديال العسل العسل عادية من شيء ضروري يكون أنه وغالي عسل عادية وممكن غي سكرة قاعدة تديرها لها مع الماء وتخليها تشرب من هاداك الماء وتبديل اللي هالمادق التعطيش أو أو إضافة بعض الحلاوة في الماء هي كل شيء هاد شيء عبارة على تبديل في الماضاق ديال الأكل من يكي تبديلهم الماضاق ديال الأكل؟ كي الجسم كينتاعش كي يكون خاصة واحد المادة كتعطيها لهم وكتساعدهم أنهم ينوضوا يبدلوا الحيوية ديالهم كتبديل والناشاط وكي يقول لك أنك أعطيتهم فيتامين ديال الحلقة ديالناية هادي حاول أنكم تتعاملوا مع هاد هاد الألانب وهاد الموضوعات ديال التربية ديال الألانب حاولوا تتعاملوا معها بذكاء يعني أنتم غا تعطيهم الملح ولكن غادي شيء غادي أنهم يديروا لهم بزاف ديال الكميات وغادي هما غادي غادي طرفهم شي حاجة لا تعاملوا بذكاء اسموه الدكاء هو أنكم تخلوا الألانب ديالكم يعطشو تعطيش هي عملية تعطيش ببساطة عملية تعطيش إذن حلقة ديالناية هي هادرة حلقة مهمة وراها نعتبرها هادية لكل المتسبعي ديال صمدي كنشكركم على التعاليق ديالكم ما تنسوناش بجزير الجامع ضروري أنكم ديروا الجامع للقناة باش يعني القناة استمر وممكن أن نقنصف لكم فيديويات بحال هذا الشكل هذا كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيوا لزر الجرس الناس لمجال ما تشغلوش معنا وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا شكرا